السلام عليكم كنتم أن تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديو صحة جيدة وفي أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سنشارك معكم أسهل وأبسط ما يمكنكم تحضروا القوتي ديال الوليدات وصفة رائعة بزاف ستنفعكم بزاف مع الدخول المدرسي وتقدموها كالوليداتكم في القوتي ديالهم مقادير ديالها جد بسيطة وسهلة وكادير رائعة بزاف وبلما نتوعد لكم نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير بسم الله على بركة الله بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاجه فيها ثلاثة ديال حبات ديال البيض بالنسبة لجوج بيضات سنستعملهم كاملين في العاجي وأصفر بيضة سنحتفظه به كي سنضهنه هنا كيفما تشوفوا استعملت فقط البيض ديال البيض الاخيرة يعني ديال البيض ديال البيض مع بيض بيض بيضة وهذا السفاء سنحتفظه به جليبا سنضيف واحد القبصة ديال الملح سنضيف كذلك واحد ساشة ديال السكر بنكهة البانيلا سنحتاجه نصف كأس من السكر و نصف كأس من العسل ممكن تضيف الكيميه كلها سكر و تضيف كأس ديال السكر هنا سنضيف نصف كميه سكر و نصف كميه عسل سوف نضرب هذا البيض مع السكر جيد فأنا سنستعمل تضرب الكهربائي ممكن تستعمل غير خلاط الكهربائي أو تستعمل تضرب اليدوي المهم تضرب السكر جيد و نصف كأس ديال مع البيض بعد ما خلطنا البيض جيد مع السكر سنضيف العسل قليلا و نخلطه كما تلاحظوا كما تلاحظوا أن العسل لا تلتسق في الكأس قبل أن تعبروا العسل في الكأس فكتدهنوا الكأس ديال بشوية ديال الزيت و تضعوا فيه العسل كما تضيفها لا تبقى كما تلتسق في الكأس سوف نضيف الآن الكأس من الزيت فهو الكأس العنبال يهزل بشوية 200 مليل نضيف الآن نضيف دقيق نحن نعبر معكم الكمية نضيف الكأس الثاني ثم الثالث الثالث نضيف الثالث ثم خاميرات الحلويات 8 غ 7 أو 8 غ ثم 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 نضيف كمية الدقيق في الخالد ونضيف الدقيق فقط بالأطراف الأصابع حسنا مصنع 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 نضيف مصنع الكأس الرابع ثم نضيف الكأس الخامس بالتدريج كمية الدقيق كمية على حسب النوع كمية فأخذ الخليط خمسة كؤوس عمرين من الدقيق نضيف الضغط القوام الخليط فكيف لا تلاحظون باقي تلصق في اليد التي أعجنت بها لكن هذه القوام لا تقصح كمية كبيرة الدقيق سوف تخرج الزيت بالنسبة للأخوات التي تشكو أن العجينة الحلوة تخرج الزيت وكتر وكتر تعجنها فالعجين سوف ندخل فيها كمية الدقيق هنا غطيت هذه العجينة بلاستيكة 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 ونأخذها كمية الضغط نضع نصف الكمية ونصف الكمية العجينة غطيتها بلاستيكة كمية سوف نضع فوق العجين دقيق والورق الطهي ونحاول نصرح العجينة لا ترققها جيدا سوف نصرحها قليلا هنا يتدك الورق الطهي ونحاول نقضي الوجه لكي يجي متساوي وبالنسبة ل السمك كيف المشتورة لا تضع أرقيق كثيرا ونحاول هنا سوف نأخذ الطاعة بالحجم الذي أريد استعمالها الكبيرة 9 سنتيم سوف نضع دقيق ونرشم العجين تبريد بعض اطلق اطلق كيف وعند ونضع ذلك إذا ضع الفرن من قطعة صغر من نضع اللي بغيتون مهم الحجم ديالهم كيبقى على حسب الرغبة ديالكم هانتوما كيتهزوا معنا بكل سهولة وبالنسبة العجين اللي كيتبقى عندنا كتجمعوه بحلاكة وكتولي وتسرحوه بطريقة عادية فانا هنا وضعته جانبا حتى ندخل هادو الفرن عاد غادي نكمل لان الفرن عندي سخون كتسخنو الفرن على 180 درجة كيكون سخون مزيان وكندخلو الحلوة ديالنا كتطب فقط من الاسفل كندلوه على نار ليميلا كنشعلوه من الاسفل حتى كتبنها كتحمرت من الاسفل عاد كننحمرو لها الوجه ديالها هنا ياخديت هاداك اسفر بيضا اللي احتفظنا به في الاول ضفت عليه كهوة سريعة الدوبان مع واحد الملعقة كبيرة ديال الحليب خلط تكون شيء مزيان وقد ندهنو به الحلوة ديالنا بهذا الشكل هذا وقد ناخد واحد شوكا فرشيطة وقد ندير خطوط بهذا الشكل هذا باش كنتحصلوا على ذاك الشكل اللي كي يجيها كزوين فطريقة همرها سهلة وبسيطة وكي يوجدوا بسرعة سوف ندخلها الطاوكات طيب وبالنسبة لديك العجينة اللي تبقت عندنا فهنتو مرة كتلقوها بشكل عادي وكتقطعوها سوف تمرروا هذه القطعة هكذا في الدقيق سوف نستمر كذلك مع القطعة او العجين الثاني بنفس الطريقة سوف ندخل هنا بعد ما طابوا وجدوا خرجتهم الفن كيكون هذا هو الشكل ديالهم شوفوا كيف يجيوا يجيوا رائعين وزوينين بزاف شكل ديالهم وحتى الطعم ديالهم كي يجيوا لدادين بزاف جربوهم متأكدة غدي يعجبوكم وغدي نفعوكم هكا بزاف القوتي ديال الوليدات سوف يوضعتهم في صحن ديال التقديم وبالنسبة لكمية فانا تحصلت على السبعتاش الحبة بعد الحجم هذا ومع واحد الحبة صغيرة فكي اعطوا كيمية اللي هي وفيرة نتمنى تجربوهم وانا ندرت الحجم ديالهم كبير نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم واكيدا نوريكم مشكل ديالهم من الداخل كي يجيوا هكا بقى مشين على برا فانا حليتموهم باقين سخونين وارطبين من الداخل رائعين بزاف نتمنى تجربو الوصفة ووصلنا لنهاية الفيديو لاجبكم في فيديو شجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات انطلقوا في فيديو قادم عوصة اخرى دمتم في امان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى